موسيقى اليوم عندنا واحد الرقم مهم هو مفريح من واحد الباب ولكن رأي يدمي القلب من واحد الباب خور الآن في مارس 2021 قناعرفوا بأن المغاربة حطة ربعات لمليار ديل الدرهم في لفينيات على سنة 2021 هو هذا الرقم كما قلنا مفريح لأن على الأقل يبتهيج الإنسان لكون المغاربة سهموا بهذا المبلغ الباهض لتحسين الشبكة الطرقية وتحسين وضعية الشوارع في المدن المغربية لكن للأسف شديد هذا الرقم يدمي القلب لأن المغربي منك يفق من الحلمة وتخرج بالسيارة ديلة الأرض الواقع تلقى بأن هذه الطريق لا تصلح للسياقة بالسيارة أو بالكاميو سوف يصوق في المدينة المغربية خاصة في الضربدة خاصة يكون عنده تراكس وتذيك تراكس خاصة يكون عنده فيشني بحل ديل الحرب حيث هذيك ربعات المليار ديل الدرهم يائما المسؤولين لزالله فيشوف يائما المسؤولين أنفقوها في الوجهة التي لا تخدمون مصلحة来 transactions و لا تخدمون الشبكة الطرقية في المدن المغربية علما لنا واحد الرقم خر نذكر ناش وهو الخسارات التي تعرضو لها المغربة بسبب هذا الحفاري بسبب هذا الطرق المخيبين الذي يحدث في المدن المغربية هذا الذي مشهر للنجوليفر هذا الذي مشهر لبنو هذا اللي مشهر لجانطة هذا اللي مشهر للمنتيسور إلى آخره يعني يعني هذيك الأربعة المليار خسنة جالي واحد ربعة ولا خمسة المليار يدنا بخوراة التي يحطوها للمغربة ما حسبناش الأضرار الخوراة النفسية والأضرار الجسدية اللي كيتعرضونيها بعض السائقين والسائقات كنا المرأة اللي كيتعرض لتلاد في حفرة كنا إنسان اللي كيتعرض للمشاكين في القنون فيرتبرال بسبب الحفاري الخيبة اللي كنا في الداربيدة وعليش ناخدنا الداربيدة بالأساس اخدناها لجوج الأسباب الأساسية اللولة هو أن التنوتين ديال حضرة السيارات في المغرب كينين في الداربيدة بمعنى ثلاثة طلبية كي يستركلوا في المغرب راجوج كينين في كازا والسبب الثاني هو أن نذكر بعض المليار الدرب اللي حبطوا المغربة راجوج المليار وستمين وستين مليون جات من عند داربيدة وهم اللي يخلصوها ولكن للأسف الشديد يعني الإنسان من يخرج في المدينة ديال الداربيدة تلقى واحد وضعيات يعني كاريتية كاريتية جدا والفضيع والحجرة هو أن هذا السيد اللي يتعرض للمشاكل في الحالة الميكانيكية ديال السيارة دياله اللي يتقطع في حفرة وكيبشي عن شركة ديال التأمين هذوك ديال التأمين تقول لسيدي بسوقناه شحناية في الحفاري سير أخويا عند العندر يصوت عليه هو اللي يصلح لك السيارة ديالك هو اللي يصلح لك الطريق إلى أخير أما إحنا ما نعودوكش على هذك المشاكل اللي تعرضت لها السيارة ولأخذنا الوضعية الإحصائية اللي كانت توفر عليها يعني المدينة الداربيدة تقريبا يعني بالشواريع بالأزيقة الداخلية عندنا واحد 2500 كيلومتر اللي كان في الإحصاء الرسمي دي المدينة الداربيدة وحسب الخبراء الذين استأنسنا برأيهم في هذا الباب يعني يعطونا تقريبا معدل دي المئة حفرة حتى المئة وعشرين حفرة في الكيلومتر الواحد حيث المناطق كتختلف لساسفة ماشية أنفا البرنوصي ماشي وبمسيك عين السبع ماشي هو الهرويين الشمالية إلى أخير وبالتالي إلا خذنا هذه المعدلة دي المئة حفرة وضربناها في هذا العدد دي الشبكة الطرقية في مدينة الداربيدة تنطيح بأن مدينة الداربيدة فيها 250 ألف حفرة وما يزيد وهنا يعني غري نذكره يعني السيد العمد دي المدينة الداربيدة عبد العزيز العماري اللي كانت سامي البيجي دي أشنو وعد به بضواء في البداية دي الولاية الجماعية التزم أمام الله أمام رأي العام بأنه مع حلول 2021 سأكون أنا كعمدد المدينة الداربيدة قد وفرت لكل أسرة بضاوية شجرة أي سأغريس حوالي 800 ألف شجرة في مدينة الداربيدة لكن للأسف الشديد ها هي الولاية الجماعية انتهت وها نحن في 2021 ولم يزرع أي شجرة بل زرع الحفر في مدينة الداربيدة لدرجة أن هناك حفرة لكل 13 مواقع بمدينة الداربيدة وبما أن الأبيضة ومسكن لهم الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكن يدافع لهم لم يكن يأخذ بهذا الهم اللي يعيشون نتمنى وهذا الحفرة يطلح فيها المسؤولين ويتحول إلى مقابر لدفن كل المسؤول أخلى بمسؤوليته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر